خلال يومين فقط التيار صدري في كربلا يجهز ما يقارب خمسون عجلة كبيرة محملة بأنواع الأطعمة الجافة والمياه وغيرها من المساعدات ما يثبت دعم قائدهم للقضية الفلسطينية وتأييده لصمودهم تجاه ما يعانوه من اضطهاد وحصار خلال شهر رمضان القضية الفلسطينية التي تحتبر من القضايا المهمة والأولى في العالم العربي والإسلامي عدد المنشآت أو الشاحنات أو التريلات التي سترسل إلى محافظة بغداد من محافظة كربلا تصل إلى 48 تريلة لكل تريلة تقريبا 35 طن من المواد الغذائية ستتوجه إلى محافظة بغداد ومن ثم من محافظة بغداد سترسل إلى الشقيق الأردن لم يكن التيار وحده بل المواطنين أيضا الجموع بدأت تتقدم وبين أيديها ما تجدوا به أنفسهم لإخوتهم في غزة فالأمر بات واجبا كما شعر به العراقيون خصوصا وهم في شهر رمضان ولم ينتهي الأمر بعد فهناك المزيد من هذه المساعدات بانتظار تجيزها وإرسالها قريبا إلى غزة أبناء كربلا المقدسة أبناء التيار الصدري الأخوة الموجودين مشكورين على دعمهم المتواصل لأبناء غزة غزة الإباء غزة التضحية غزة الشهادة اليوم المواد الغذائية الموجودة في محافظة كربلا الأخوة القاموا على جمعها هي مواد جافة من رز من طحين من بقوليات بكافة أنواحها من مواد الاحتياجية لساعد المواطن أو أريد أن نقول المجاهد على تعبير هذه المرحلة الصعبة يعني شفت اليوم الأخوة في كربلا قاموا بجهد جبار قاموا بجهد اليوم مشكورين تلبية وطاعة لنداء سماحة السيد القائد مقتدى الصدر أعزه الله بدعم ونصرة أخوتنا المجاهدين في غزة غزة الإباء والجهاد أطلق سماحته حملة فاطمة الزهراء لجمع التبرعات العينية لدعم أخواننا في غزة يعني كان الإقبال شديد ومنقطع النظير بحيث خلال فترة يومين أو ثلاثة أيام المكان المخصص لجمع التبرعات ما كف للناس اللي إجت تبرعات بهاي المواد الإيمان بقضية غزة هو دافع يراه التيار صدري في كربلا والمحافظات لإسنادهم والتقديم العوني لهم في أي وقت فهم امتداد قضية واحدة عنوانها الصمود من كربلا جاسم الهميم التغيير ترجمة نانسي قنقر